تم إعادة تمثيل الجريمة التي راح ضحيتها امرأة في ستينيات من عمرها وهي أم لثمانية أبناء وتأثرت بجروح بلغة إدت إلى وفاتها وذلك بمنزلها الواقع بحي الأطلس الثالث بكاريان الصابون بمنطقة سيدي بوزكري على الطريق الرابطة بين مكناس والحاجب وقد استطعت الشرطة القضائية فك خيوط الجريمة إثرها عدة أبحاث وتحريات واستمعت إلى ابن الضحية وكل من سيساعد في فك لغز الجريمة البشعة التي اهتزلها الرائلة ووقفت الشرطة بعد ذلك الثلاثين يشتبه في ارتكابه الجريمة والمشتبه به لو عدة سواب قضائي ويعزى سبب الجريمة إلى سارقة حيث استولى المتهم على مجوهراتها وحليها قبل أن يختفي عن الأنظار وسرق منها هاتفين باع أحدهما لشخص وكان حلقة أساسية في الوصول للمتهم الرئيسي قتلها بعد اعتقال مشتري الهاتف الذي دلهم على مكان وجود بائعه الذي اعتقل بأغوراي ترجمة نانسي قنقر